موسيقى موسيقى هو تاني عمائر البشوات بمصر يعد رمز لسيطرة الحكم ومتقى لكل زوار البلاد عرف الشارع باسم منشئه اللي تولى حكم مصر مرتين وعاصر أربع سلاطين هو رجل المهام الصعبة ترقى في الوظائف حتى تولى الصدار العظمى نحن الآن بين أسوار مسجد سنان باشا الصدر العظيم رئيس الوزراء موسيقى مسجد سنان باشا يعود تاريخ إنشاؤه إلى عام 979 هجرية 1571 ميلادية فهي الفترة الثانية من ولاياته على مصر ويعتبر ثاني مسجد مبني على طراز العثماني بعد مسجد سليمان باشا بالألعاب موسيقى هذا القائد سنان باشا كان من القادة العظام في الدولة العثمانية تولى منصب الوزارة وتولى ولاية مصر مرتين ثم بعد ذلك تولى منصب الصدار العظمى وهي تعادل منصب رئيس الوزراء في هذا التوقيت وخلال ولايته لمصر عنا له أمر مهم وهو أن يؤسس مكانا يكون يمثل السيطرة العامة للدولة العثمانية هذا المكان اختاره على نهر النيل تحديدا وهذا الاختيار كان لأن المراسي مراسي السفن كانت تأتي كلها فتنظر على هذا المكان فشيد هذا المسجد وهو مسجد وسمه باسم مسجد سنان باشا لكي كل ما تأتي سفينة من السفن وكل بحار يأتي ينظر على الهيمنة العثمانية والسيطرة العثمانية فكان هذا البناء الذي أسسه وجعل قبته قبة عثمانية وهي ثاني قبة عثمانية شيدت هو سنان باشا عبد الرحمن القائد العثماني الذي عاصر أربعة سلطين هم سليمان القانوني سليم الثاني مراد الثالث محمد خان وكلف خلال حكم هؤلاء السلطين لقدرته السياسية والحربية بالعديد من المهام الصعبة أربع سلطين وثقوا فيه لدرجة أنه كان يتولى الوزارة في عهد السلطان من السلطين ثم الصدارة العظمى وهي منصب رئيس الوزراء هذه الثقة جعلت منه قائدا عظيما جعلت أحد السلطين يوسد إليه أمر القضاء على الأسبان الموجودين في تونس ونجح في تطهير تونس وطرد الجيش الإسباني الذي كان يحتل تونس في هذا التوقيت ومن ثم هذا القائد كانت له هيمنة كبيرة وله سلطة كبيرة وظل طوال عمره الذي يصل إلى ثمانين عام تقريبا أسس مباني كثيرة في إسطنبول وفي مصر وفي الشام وهذا البناء كان من جملة تأسيساته وأراد أن يجعله على العمارة العثمانية والقبة نفسها كانت قبة عثمانية خالصة من أشهر ألقاب سينان باشا فاتح تونس وفاتح اليمن وقد تولى سينان باشا الصدارة العظمى خمس مرات وهي توازي في قوتها ومكانتها الوظفية رئاسة الوزراء كان سينان باشا مغرما بإنشاء العمار فقد أعاد حفر خليج الإسكندرية وأنشأ بالقاهرة هذا المسجد بالإضافة إلى السوق كما أنه ترك العديد من المنشآت في كل البلاد اللي أقام بها المساجد العثمانية بتنقسم لترازين من العمارة اتراز الأول هو المحلي الموروط وده الغالب اتراز الثاني هو الوافد للعمارة العطمانية وده اللي بينتمي ليه مسجد سينان باشا الجامع اللي بيرتكز على الأول للجامع أربع وجهات حجرية تتوجها شروفات على هيئة الورقة النباتية الخماسية الأبواب جميعها تتفق مع بعضها في الحجم والزخرفة فجميعوها من الخشب النقي المسجد عبارة عن مربع يعلوه قب مراحل المسجد عبارة عن قبة من أربع أضلاء تتبع بذلك بثمان أضلاء وبعد ذلك تمنتاشر ستاشر دلع وبعد ذلك الكب ويتميز المسجد بالدرع الرئيسي اللي هو هي عبارة عن الإبلة والثلاث أضلاء الأخرى يتوسطها مداخل مدخل مدخل ومدخل فالثلاث مداخل هم لداخل المسجد سنتر القبة أو وسط القبة وأكثر حاجة في القبة هنلاحظها أو هنتتميز بيها اللحظها أن يوجد رواق أو يوجد مصار داخل القبة مش موجود في جميع المساجد أو مش موجود في مساجد قليلة جداً أن يكون فيه مصار فوق القبة بمصار داخلي اللي هي انتقال القبة عبارة عن المقرنصات وهو مقرنص ضخم أربع أركان مقرنصات ضخمة تعلوها 16 دلع وكل دلع من الستاشر به زخارف مختلفة وهو السيمترية اللي هو تتميز العمارة الإسلامية عمتاً بالسيمترية السيمتر المسجد ينقسم لشقين شق يمين وشق يصار الجامع ليس له حرم بمعنى أنه لا يتقدمه أي فناء مكشوف والسبب في ذلك صغر المساحة حيث كان الجامع يطل مباشرة على النيل وقد استبدأ المهندس الأثر عن الفناء بالأروقة المسجد عبارة عن أروقة ثلاث أروقة تحيط المسجد والمسجد الإسلامي يتميز دائماً بالفناء هذا المسجد لا يحتوي فناء لصغر حجمه وقربه من النيل فذلك يؤدي أن عدم موجود أي فناء يستطيع أن يكون متحل المسجد إنما الأروقة المحيطة بالمسجد هي ثلاثة أروقة تحيط الجهة الرئيسية اللي هي الإبلة تحيط من الخارج ثلاث جهات من الداخل هو المسجد المربع الأولى الميذانة تقع بالركن الجنوب الغربي للواجهة الجنوبية الشرئية تمتاز بالبساطة وأنها قليلة الارتفاع وتقوم الميذانة على قاعدة مربعة العمارة الداخلية للمسجد تتكون من مساحة مربعة تمثل بيت الصلاة تغطيها قبة حجرية ضخمة والمنبر مصنوع من الخشب الزان واتسم المسجد في العموم بالبساطة وإن كانت ضخامة المبنى بتعكس رغبة المنشئ في بناء مبنى يتناسب مع سلطانه ومكانته هذا المسجد شيد من حوالي 463 سنة تقريباً يعني سنة 979 هجري شيد هذا المكان على طراز إسلامي رفيع المستوى كل شيء معمول في المسجد معمول بدقة وحرفية ومهنية بيعمل نوع من أنواع النظرة الدينية والنظرة الفنية المخلوطة معاً بما يتناسب مع الطراز المعماري الإسلامي والفكر الديني فعلى سبيل المثال في الأبواب الثلاثة الموجودة بالمسجد نجد الأشكال الخماسية التي تدل جلالة واضحة على الصلوات الخمس وأركان الإسلام وما شابه ذلك وأيضاً ننظر إلى ممبر المسجد فنجد الأشياء التي ترفع رأسها إلى أعلى وتدل دلالة واضحة على كلمة التوحيد وشهادة أنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمداً رسول الله اللي عايز أقوله أنه في هذا الطراز المعماري وفي هذا المكان الأثري والذي لا أجد فيه أي أعمدة في داخل المسجد يعيش الإنسان حالة من حالات عبق التاريخ الديني في قلب مصر مصر الآمنة التي قرنت بالأمن في القرآن الكريم توفي سنان باشا عن عمر يناهز الثمانين عام ألف وأربع هجرية ألف خمسمية خمسة وتسعين ميلادية بعد حياة حافلة بالأعمال قام خلالها بإنشاء العديد من العمائر الخيرية والمدنية موقعه بالقرب من النيل كان ليه تأثير كبير في زيادة المياه الجوفية لكن بعد عمال الصيانة والترميم اللي ضمت الأوبة والجدران والممشاء الخارجي عاد برة أخرى المشهد الجمالي للمسجد وأصبح واحة جميلة لكل المقيمين والزوار والمصليين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة